السلام عليكم اخباركم ايه يا ربكم بألف خير النهاردة احنا في فيديو جديد مع بعض وجولة في شقة عروسة جديدة شقة النهاردة قد ايه ما شاء الله اللهم بارك لاصحابها جميلة جدا زقها حلو العروسة محتمدة فيها كده على اللون المدي على الفيروزي او الفيروزي الغامق شوية مدي على الكحلي بس طبعا زي ما احنا شايفين درقته حلوة جدا وعملة طبعا الموبيليا بتاعتها برضو اللون الفاتح اللي هو اللون الابيض مدي على القفيل الفاتح شوية او اللي هو هو الفيت شوية وطبعا زي ما احنا شايفين ما شاء الله اللهم بارك يعني الشقة زي الفل الشقة جميلة جدا البوفو بتاعها العشجم الصغير عاملة كل حاجة بالمقاس يعني هي got pinkة اينا عاملة كل حاجة في الشقة هنا بالمقاس عاملة برضو عشان طبعا الروكنة بتاعتها مع جنب السفرة عاملة طبعا الكنش الصغير عشان طبعا زي ما قلتلكوا عاملة كل حاجة بالمقاس محبتش تكبر الحاجة اوay وكمان آآ الصوفرة برضو عاملها نفس اللوم اللون مع اللون كمان يلبس شوية قصر باللون. وطبعا النيش بتاعها ما شاء الله زي ما احنا شايفين نيش يعني الواحده بينطأ عشان طبعا حطه في معظم الحاجات لونها ابيض ومفتحها النيش وشكله حلو وشيء جدا ما شاء الله. حتى كمان مفرش الصفرة زي ما احنا شايفين حلو قوي. عجبني جدا جدا آآ ان العروسة عاملة كل حاجة بالمقاس. يعني العريس ما شاء الله شاف ان الاتصالة حجمها مش اللي هو كبير قوي. فعمل المكتبة تاعة التلفزيون حجمها اطقود كده برضو والارفف اللي هي الصغيرة دي. اخد برضو ما شاء الله حاجات كتير وحاجات آآ حلوة. ما شاء الله زي ام هما الاتنين حلو هما الاتنين كانوا مزبطين كل حاجة مع بعض. يعني هي قالت لي ان هما الاتنين كنوا بيعملوا كل حاجة آآ مع بعض. كانوا بياخدوا كل حاجة بالمقاس. قالت له الشقة مسلا حجمها مش كبير قوي. فاحنا هنحاول ان احنا نزبط الدنيا فيها شوية. وطبعا زي ما احنا شايفين كده ما شاء الله الحمام برضو حجمه حلو. يعني الحمام ما شاء الله احد البانيو آآ والحضوة توير kombinationsها يعني حجمه حلو جدا وهنا طبعا دهال في الوش كده الفريزر. واللي عجبني اوضي النوم بالمطبخ بالحمام في طرق الواحدهم. وكمان مدخل الحمام زي ما شفنا كده في الاول. هنا طبعا ده المطبخ المطبخ برضو عمتن حجمه حلو. يعني المنبخ ما شاء الله أخذ التلاجة وعمل طبعا التأفيل هنا في المنبخ حلوة جدا أخذ التلاجة والبوتجاز والأدوات بتاعة المنبخ يعني موجودة في المنبخ اللي ويدوب بس اللي كان طلع بره في الطرقة والحمد لله ليه مكان بره اللي هو الفريزر بس طبعا زي ما احنا شايفين المنبخ بتاعها ما شاء الله تحفة 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 أنا عجبني جدا المنبخ بتاع العروسة دي ليه بقى؟ المنبخ أولا صغير بس العريس يعني هو حاجمه حلو ومش اللي هو صغير يعني صغير لا أقصد أن العريس مزبط كل حاجة في المكان بتاعها المناسب شايفين الرف اللي في الكسات ده ممكن مع الوقت العروس هتستغل وتحط فيه كمية طباقة كبيرة يعني هتحط فيه حاجات كتير الشقة عمتها بمشاء الله ربناي هنيهم فيها يا رب حلوة تمام يعني تحسوها صغيرة وفي نفس الوقت منظمة يعني التنظيم بتاعها ده يديك إحساس أن الشقة مش صغيرة مساحتها حلوة تمام هنخش بعد دلوقتي هنشوف قط النوم وقط النوم الأطفال ده ما شفنا كده في الطرقة دي كده شكلها قط النوم أيوة كبيرة هندخل دلوقتي كده ونشوف قط النوم الكبيرة ما شاء الله برضو عجباني جدا عجبني طبعا عروسها برضو جايبة المفرش الأبيض أنا بحب جدا جدا العريس بالجيب المفرش الزينة الأبيض قلت لكم طبعا الكلام ده كتير في فيديوهات كتير حاطين طبعا برضو البشكير وصورة العروسة والعريس كده عاملين كده صور ليهم كده بالوراق الفوم وطبعا التسريحة بتاعتها ما شاء الله حلوة جدا واخد كل حاجات بتاعتها وطبعا قبل ما نكمل الفيديو مع بعض طبعا ما ننساش اللايك عشان اللايك ده بيفرح العروسة جدا يعني أنا نفسها بسط عروسة النهاردة عروسة النهاردة قد إيه يا كيات شخصية زو وبنت عسل وجميلة بنوتة مفيش بعد كده بنوتة وراية بجد طريقة كلامها وأسلوبها وكل حاجة فيها ما شاء الله اللهم بارك يعني بجد يا باخت العريس ويا أنا بالعروسة بتاعت النهاردة هو ما شاء الله برضو العريس يعني كان وقف معنا ساعة الفرش العريس قدمة في الزوء والأخلاق والعروسة برضو يعني إنسانة يعني متهودة كده وبتحب تعمل كل حاجة براحتها وما فيش عندها استعجال وأسلوبها حلوة جدا في الكلام يعني من أكتر العرائس اللي ارتحت معاهم وحب يتعامل معاهم طبعا اللي حابب يتواصل معايا طبعا هسيب لكم الأرقام الموبايلات بتاعتي في الشاشة اللي حابب طبعا يتكلمني وكده طبعا قط النوم مساحتي يعني قط النوم ما شاء الله مساحتها حلوة يعني أخذ الدولاب بالتسريحة بالسرير يعني مش هبحتاج حاجة أكتر من كده تمام هنخش بعد كده بعد قط النوم الأطفال وكمان أنا جايبا لكم شقة مساحتها يعني يمكن حوالي أربعين أو خمسين متر هتصدموا جدا أما تسمعوا الكلمة دي مني هتشوفوها كمان في النص الأخير من الفيديو أنا جبت لكم كده في السريع عمتا برضو بجد عجبتني جدا أنتوا يعني أنا عن نفسي ما صدقتش أول معرفتي من صحبتها أني كانت مساحتها يعني حوالي يعني أربعين أو خمسين يعني تهجي على المعتقد كانت خمسين متر أنا عن نفسي صدمت أول ما سمعت الرقم ده منها لأن ما شاء الله الشقة حجمها حلو جدا ليه بيقى بساها بتنظيم الحاجة فيها هنا بعد دلوقتي دخلني على قط النوم الأطفال هنا برضو العروسة جايب المفرش الدهبي برضو حلو جدا ماشي طبعا مع القوضة حلو جدا والسجاب بتاعها جميل والستاير والبراع بتاعتها كل الشغل في الشقة هنا عجبني جدا ما شاء الله زي ما احنا شايفين كده برضو ده الدولاب بقى بتاعها دلوقتي بقى هنفتح الدولاب من جوة وهنشوف كمان رص الفوت والبطاطين والحاجات دي معمولة ازاي طبعا بقى دي البطاطين الشتوية والفوت والكوفرتات والحاجات دي كلها والدفات الشتوية بتاعت العروسة شايفين بقى ما شاء الله هي كمان العروسة أسانا زوقها زي ما قلتلكو حلو جدا وقد ايه انسانا كيوت لدرجة يعني بقبلتاناش في حياتي فمشاء الله ربناي هنيهم واسعدهم يا رب هنا طبعا بقى الملايات برضو ده ده تقمزينة كبير كده قطيفة الشتوي ودي كل الملايات بتاعتها والبطاطين طبعا بالنسبة للناس اللي بتسأل على فرش العروسة طبعا يا جماعة الفرش مجهد جدا ومتعب جدا بس في الآخر بتحسي وانت بتعملي الشجل ده كله وانت مستمتعة بوقتك بتعملي حاجة فيها روح حلوة كده في الآخر بعد ما بتحسي يعني نتيجة بقى وتخصيل مجهودك ده كله بتحسي قد ايه بالفرحة يعني شايفيني هنا طبعا الفريزر حتتنفش الباب عشان طبعا زي ما قلتلكم ما فيش له مكان وكده بس ما شاء الله يعني حلو وتعرف تخش باب القوضة وكان له فيشة في المكان ده يعني ما شاء الله حلو وعجبني جدا جدا السجاب بتاعها السجاب صيح فاتح بس طبعا في منتهى الشياكة والعروسة كمان ان شاء الله ما شاء الله عليها يعني بين عليها شطرة فهتحفظ على كل حاجة في الشقة عندها طبعا اتمنى ان تفرحوا العروسة بتاعت النهاردة وتتشطر طبعا تحطوها اللايك وتفرحوها واتمنى طبعا فيديو النهاردة يكون عجبكم وكمان لسا دلوقتي هنكمل مع بعض بقية الفيديو ونشوف بقية الشقة التانية اللي بقول لكم عليها انا جبتها لكم كده جولة في السريع وقلتها هبمجها مع الفيديو بتاع النهاردة ده طبعا ده كان شكل الشقة ما نقفها على باب الشقة يعني هي شقة اتقطة ومحندقة كده حلوة جدا 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 يعني ما شاء الله العروسة مش هتتعف تنظيفها لان طبعا ما فيش فيها شغل كتير وكده ما شاء الله يعني طبعا الشقة البسيطة بتريح والله العظيم يا جماعة الشقة الصغيرة المحندقة دي بتريح فيه ناس بتشوفها مش حلوة لا بالعكس دي بقى الشقة اللي انا بقول لكم عليها مساحتها بالزد حوالي خمسين متر شايفين هي دي كده الجزء الخاص بالصالة الصالة كده وجنبها هنا كازا اللي هو المطبخ المفتوح وهنا كده قوضة نوم ودلاب كمان يعني قط النوم والدلاب وفيه هنا كازا يبلكونة في القوضة هنطلع بقى دلوقتي كمان هنشوف القوضة التانية وكمان فيها طرقة يعني انا مش حستها بالعكس ان هي صغيرة جدا كزا ما سمعت هنا كمان برضو ده الحمام الحمام ومعا كمان القوضة بتاعته اللي هو وحطينها فيه الغسالة كمان في جانب بعيد عن الدش خالص والشاور وكده فهتبقى ما هنحافظه على الغسالة يعني هنحافظه على الغسالة هنا دي كمان برضو القوضة التانية برضو مساحيتها حلوة فيها الدلاب والسرير والدلاب والقوضة تمامي؟ تمامي يعني هنها دلوقتي فيها القطين فيها قطين وفيها المبخ والحمام زي ما شفناها والصارة الصغيرة حلوة جدا هنا دي يبقى طبعا بقى مجموعة صور من الفيديو بتاعي النهاردة اتمنى طبعا تفرحوا عروسي النهاردة جدا 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 نفسي تكتبوها في الكمنتات تحت حاجات حلوة تفرحة وتبسطها لان انا مش قادر اقول لكم بجد ويوصف لكم مشاعر اتجاه العروسة دي كيتعاملة ازاي ربنا يهنيها ويسعدها يا رب مش قادر اقول لها حاجة اكتر من كده وانتو كمان بركلها وهنقولها كمان تحت في التعليقات واتمنى طبعا فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم طبعا الفيديو اكتبوه تحت في التعليقات انا كمان عندي افكار حلوة جدا جدا بالنسبة لشواء العرائز وعندي افكار حلوة جدا بالنسبة لزاي تنظمي شقة العروسة لو حابين تعرفوا بتستفسروا عن الحاجات اكتبوه تحت في التعليقات وهرد عليكم باذن الله واتمنى ان شاء الله اشوفكم في الفيديوهات الجاية على خير واستنوني ان شاء الله في الفيديوهات الجاية ومع السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة